معي عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن عبدالله الشمسي المشرف العام السابق على فريق العين الإماراتي يا فندم مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معي على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أنا سعيد أني أتواجد معاكم اليوم مع برامج مميز مع معد برامج جميل وإن شاء الله نطلع بحلقة جميلة إن شاء الله مشرفني يا فندم جدا وسؤالي بالتأكيد يخص مباراة الأهل والعين غدا إن شاء الله كيف تنظر لهذه المواقع الكبيرة قبل ما نتكلم على المباراة هذه المباراة لها أكثر من جهة وأكثر من شكل في البداية المباراة إن شاء الله ستكون مباراة جميلة تعكس مدى العمق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر والعلاقات الطيبة والحب المتبادل دائما بين الشعبين الشقيقين فنتمنى إن شاء الله أنها تطلع مباراة أكيد أنه فيه فريق بيفوز ولكن مهم أنها تطلع مباراة نظيفة مباراة فنية عالية تعكس مدى تطور الكرة العربية بالتحديد والكرة الأفريقية والأسيوية بشكل عام على المستوى الفني هل ترى العين في هذه اللحظة وقبل ساعات من هذه الموجة هل العين جاهز فنين لهذه الموجة ولا النتائج الكثير منها كانت سلبية في الفترة الأخيرة قد تؤثر على مستوى العين أمام النادي الأهلي أنا من خلال خبرتي مع الفريق وتواجدي معهم في البطولة الأسيوية فريقنا عنده توفيس عند مشاركته في بطولة بقيمة هذه البطولة أو بقيمة آسيا الكل يشاهد فريق متغاير كليا عن اللي شافه في الدوري أو الدوري العام أو مباريات الكاس فريق العين في فريق كبير يعرف يتعامل مع المباريات الكبيرة وخاصة مع أحد أكبر الفرق في أفريقيا الأهل المصري طبعا فأكيد أن الكل متحفز لأن يلعب هذه المباراة وأن يظهر قدراته واللاعبين تظهر قدراته للفوز في هذه المباراة أي من اللاعبين في فريق العين تتوقع تألقكم في مباراة الغد؟ فريق العين يعتمد على مجموعة ولكن فيه لاعبين مميزين ما في شك مثل سفيان رحيمي وبلاسيوس وكاكو وبارك يحيى نادر الحارس خالد عيسى بندر أعتقد أن مجموعة من اللاعبين اللي عندهم خبرات جيدة وممكن يطبقون الأفكار المدرب في هذه المباراة للوصول للنتيجة النهائية وتحقيق اللقب بإذن الله هيرنا كريسبو تحدث اليوم في المؤتمر الصحفي وقال أن طريقة لعبه طريقة لعب هجومية شفنا في المباراة الماضية للعين أنه الفريق تأثر جدا دفاعيا في المقابل ودخل فيه العديد من الأهداف هل تتوقع أن يلعب بكرة كريسبو بطريقة متوازنة هل يلعب بطريقة دفاعية أكثر منها هجومية ولا هيواصل الحفاظ على طريقة الهجومية حتى مع السوارات الدفاعية أستاذي بغض النظر عن أسلوب المدرب مدرب العين أو مدرب الأهلي مباراة بكرة مباراة كبيرة الذي يعتقد أن هذه المباراة لن يكون فيها أحداث فهو خاطئ هذه المباراة بتكون مفتوحة بتكون هجومية بتحصل لأن الفريقين يمتلكون قدرات هجومية هائلة طبيعي أنه بيكون فيه تسجيل أهداف وفيه كرة هجومية جميلة وبنشوفه أنا متأكد ومؤمن أن المباراة بكرة بتكون واحدة من أفضل المباريات التي شفناها الفترة الأخيرة هل تبعت النادي الأهلي في وقت قريب؟ هل شفت مباراة للنادي الأهلي؟ نعم بغض النظر عن الأهلي وجوده حاليا أو أنا أعرف ومتابع جيد للكرة المصرية أدري أو أعرف أن فريق الأهلي يمر بظروف ليست جيدة ولكن يبقى هو فريق الأهلي صاحب الخبرات الطويلة وفي البطولات يعني خلال السنتين مرة يمكن لعب له أكثر من سبع ثمان بطولات نهائية فالتمرس وفريق الأهلي متمرس في هذه البطولات وكذلك العين ذكي ويعرف يتعامل مع المباريات التي تلقب من مباراة واحدة فكل الظروف وكل المؤشرات تقول أن بكرة هي مباراة كبيرة وإن شاء الله أنها تكون كبيرة في الملعب وخارج الملعب كذلك إن شاء الله جمهور النادي الأهلي يعمل فرق مع الأهلي بكرة قدام العين ولا شايف أن الجمهور ما يأثرش على فريق العين ما في شاك أنه جمهور الأهلي أحد أعظم الجماهير في الوطن العربي وجمهور مؤثر ولكن لعيبة هذه العين تعودت في الفترة الأخيرة على مواجهة الجماهير مثل جماهير الحلال وجماهير النصر وجماهير يوكوهاما في النهايات أعتقد أن الفريقين جاهزين من كل النواحي لتأدية مباراة جميلة في أرضية أستاذ القاهرة بإذن الله إن شاء الله الكابتن الكبير كابتن عبدالله الشمسي المشرف العام السابق على فريق العين الإماراتي بشكرك شكرا جزيلا لهذه المداخلة وهذا الحديث الممتع جدا بشكرك